وفق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب على رعاية نادي الريكبي وذلك بعد الرسالة التي تلقاها سموه من السيد مايك كيكينجهام رئيس مجلس إدارة نادي الريكبي وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة يشكل نادي الريكبي نموذجا رائدا باعتباره مثالا حيا لنهج حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله في تحقيق التعايش والتسامح والتعاون بين جميع المقيمين على أرض مملكة البحرين باعتبار المملكة واحة الأمن والأمان والسلام بالإضافة إلى أن النادي يسعى دائما إلى احتواء المقيمين المحبين لرياضة الريكبي فضلا عن مشاركة أعضاء من السلك الدبلوماسي في الفعاليات التي يقيمها النادي الأمر الذي يؤصر دور مملكة البحرين وتعزيزها لمجالات الدبلوماسية الرياضية وبيّن سموه يمتلك نادي الريكبي دورا تاريخيا مهما منذ تأسيسه في عام 1971 فقد كان وما زال يستقطب العوائل البحرينية والدبلوماسيين وجماهير ومقيمين وبات وجهة مفضلة للجميع من أجل التلاقي والتعارف وتبادل الأفكار في مختلف المجالات بإضافة إلى أن البحرين تهتم كثيرا بالفعاليات الرياضية التي يقيمها النادي باعتبارها وسيلة مثالية لتكريس توجهات المملكة نحو الدبلوماسية الرياضية التي تمثل واجهة مشرقة لتبيان التطور الكبير التي تشهده البحرين في مختلف المجالات وتسليط الضوء على أنجازاتها من جانبه قال سيد مايك كيكينجهام إنه شرف كبير لمجلس إدارة نادي الريكبي وجميع منتسبيه قبول سمو الشيخ ناصر بن حمدأ الخليفة رعاية النادي وسنسعى جميعا إلى تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تحقيق النادي لمبادئ التعايش والتسامح بين الجميع كما أننا نسعى إلى تنفيذ توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد في الارتقاء بهذه اللعبة وتطويرها بصورة مثالية وصولا إلى تطوير كافة منظومة النادي الإدارية والفنية والتي تصلنا إلى طريق الإنجازات على المستوى الإقليمي والقاري والدولية وأشار نتشرف برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد للنادي وسنسعى جاهديين من أجل أن نكون النادي موطنا لجميع المقيمين على أرض البحرين وأجتذابهم لممارسة الرياضة وتأكيد دور البحرين في إشاعة التعايش وتسخير الرياضة من أجل السلام والتسامح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر